علي معلول أولاً لماذا العملية أجراها في مصر مش خارج مصر ده واحد اتنين من البدايل المطلوحة في النادي الأهلي لتعويد علي معلول طيب ليه علي معلول العملية هنا في مصر لأن العملية كانت محتاجة تدخل جراحي سريع ولما اطرح اسم الطبيب اللي عمل العملية على علي معلول ووكيله اللي اتنين سألوا على الدكتور ده وسألوا دكاترة برة وسألوا دكاترة في تونس وتكلموا مع كذا حد يسألوا الدكتور ده كويس ولا مش كويس فهتقلوا من الدكتور ده من أفضل الدكاترة في التخصص ده في العالم يعني لو رحت برة مش هتلاقي أحسن من كده مش مستهل تسافر برة كمان القطع اللي عند علي معلول بيقولك في عمليات وطر أكيليس القطع من فوق 80% بتبتدي العملية تكون مقلقه لكن الأشيعة الثالثة اللي عملها علي معلول حسمت إن عنده قطع جزئي بنسبة 60% من وطر أكيليس وبالتالي خلاص علي معلول كان شايف إنه هو هيعمل العملية وبالفعل أقرى العملية بنجاح كبير جدا وخرج كمان من المستشفى يخد له تقريبا فترة راحة ما بين أسبوعين وثلاث أسابيع وهيبتدي بعد الفترة دي يحدد برنامجه التأهيلي اللي بالمناسبة هينفزه تحت إشراف الطبيب اللي أقرى ليه العملية يعني بعد كده الدكتور قال له ده البرنامج التأهيلي اللي هي هتبتدي تمشي عليه الفترة الجاية فقال له عايز تكمله بره هتكمل بنفس البرنامج عايز تعمله فقير هتعمله بنفس البرنامج علي معلول بعد مشاورات مع وكيله مع بعض المقربين منه خلاص اقتنع أنه هو هيعمل التأهيل موجود هنا في مصر الجميل في موضوعه علي معلول هو الجلسات الدعم النفس من الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب زار علي معلول مرتين في المستشفى عشان يتطمن عليه مرة قبل العملية ومرة بعد العملية في المرتين كان الكابتن محمود بيتكلم مع علي مش عايزك تفكر في أي حاجة فكر في قصبتك فكر إزاي ترجع للملاعب مرة تانية بسرعة العقد الجديد العقد القديم العروض أي حاجة تانية ليه علاقة بمستقبلك النادي الأهلي ما بيرميش أبنائه وتم التواصل ما بين كابتن محمود الخطيب معلوم معلول في حضور بعض المقربين من علي ووكيله وقال له العرض بتاع النادي الأهلي قائم حتى الآن العرض اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو كان 800 ألف دولار أجنبي و400 مصري والبونس والكلام ده كله زاد عليه إن فيه اوبشن زيادة تشتغل معنا في شركة الكورة ويكون ليك دور في السلم الإداري أو الإداري الفني لأنه طبعا قد بالك مفاجأة دي حلوة جد آه هيكون فيه دور لعلي معلول في شركة الكورة مع النادي الأهلي ده اللي اتعرض عليه سواء بقى يشتغل في الكشافة يشتغل في اكتشاف المواف يجيب لعيبة يتعاقد مع لعيبة يتكلم مع جانب الدور اللي انت تختاره وتقدر تقديه هتكون موجود بجانب كمان إنه يوفروله حملة إعلانية كبيرة جدا تقدر تعوضه عن الفارق في المرتب وتقدر كمان يعني يبقى النادي سنده ويف جنبه على اعتبار التاريخ اللي قدمه الكبير جدا بداية العلي معلول في الأهلي بداية العلي معلول في مباراة التراج يعني قلنا نتكلم في مباراة التراج المفاجأة بداية العلي معلول إنه اتطرح اسم أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا تم طرح اسمه إنه هو يلعب باك شمال مكان عليه معلول مستر كولر وراجع من تولي اسم اليناك خلاص كم قرر إن الباك الشمالي الأساسي في المباراة هيكون كريم فؤاد وقال لك إن كريم فؤاد لعب بشكل كويس جدا الخطة بتاعة المباراة بس هي اللي أثرت عليه فنيا لكن ما عملش أخطاء الترتيب بالتالي هيكون كده كريم فؤاد أحمد نبيل كوكا كريم الدبيس اللي هيكون رقم 3 في الترتيب واللي أصبح بشكل كبير جدا خارج حسابات القرع الحمراء في الموسم الجديد